فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي حافظ دائما على مبادئ النادي الاهلي فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي بيحافظ على تقاليد النادي الاهلي ويلتزم الصمت ويلتزم دائما بضبط النفس في الرد على التجاوزات وسايب الرد دائما يكون في الملعب فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي مشرف الرياضة المصرية ورافع علم مصر في المحافل القرية والدولية فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي الفيفا بيتغنى به فليسقط مجلس محمود الخطيب المحبوب من جماهير مصر كلها فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي حافز على النظام الاحترافي في الرياضة المصرية وكل واحد له دور دون تدخل الآخرين فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي عمل شركات أو شركات مع الشركات الوطنية لتنمية الرياضة في النادي الأهلي بصفة خاصة وفي مصر بصفة عامة فليسقط مجلس محمود الخطيب للحفاظ على الدور الوطني للأهلي في الرياضة المصرية فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي دائما يمثل الرياضة المصرية في المحافل الدولية لازم وفعلا يجب أن يسقط مجلس محمود الخطيب لأن فيه ناس مش عارفة تعمل زيه فلازم يقع مجلس محمود الخطيب لأن مجلس المنافسين مش عارفين يتعلموا منه فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي قاد فريق الكرة لتحقيق إنجازات كثيرة جدا خلال الفترة الأخيرة ويقدر إن شاء الله السنة دي يفوز بالدوري العام أو يعود الدوري العام مرة أخرى للنادي الأهلي فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي بيفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين وفاز بالميداليا البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي فاز بالدوري تلت مرات وفاز بالسوبر المصري تلت مرات وكأس مصر فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي حقق إنجازات كثيرة جدا في كل الألعاب وفي كل قطاعات الناشئين ومحقق أرقام أرقام رائعة في كل البطولات لما قلت لهم النهاردة حضروني البطولات اللي عملها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتر محمود الخطيب والله العظيم ثلاثة مش عايز أقول لحضراتكم أن تقريبا معظم هذه الكروت إنجازات بس أنا مش حاقد أرقى لحضراتكم كل هذه الإنجازات ولكن يسقط مجلس محمود الخطيب اللي حقق سبعين بطولة في سنة واحدة من 30 ديسمبر 21 حتى 22 يناير 23 سبعين بطولة في سنة واحدة ده اللي أنا لو قردتهم لحضراتكم حتزهقوا مني تخيلوا بقى مجلس إدارة محقق كم هذه البطولات على مدار أربع سنوات على مدار أربع سنوات شوفوا كم بطولة بقى هيكون حققها هذا المجلس فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي بيدير أكتر من 19 لعبة بتستفيد منها المنتخبات المصرية وطبعا كالعادة لعبة النادي الأهلي بيكون لهم الدور الأكبر لخدمة مصر في تحقيق هذه البطولة لأن ده واجب وطني وشرف لكل أهلاوي ولكن فليسقط أيضا مجلس محمود الخطيب اللي خد بطولات كثيرة جدا خمس بطولات سلة وخمس بطولات سلة سيدات وبطولتين يد رجال وأربع بطولات يد سيد كل ده في خلال سنة ده غير الطائرة اللي كانت طول الوقت احنا مسيطرين عليها وعلى البطولات وحققنا تسع بطولات على مستوى الرجال واثناشر بطولة على مستوى السيدات فليسقط مجلس محمود الخطيب عشان بطولات التنس اللي جابها بطولات الاسكواش اللي جابها بطولات الجنباز اللي جابها بطولات الناشئين والشباب في كل الألعاب فليسقط مجلس محمود الخطيب بعد أن أصبح المصنف الأول على العالم مصطفى عسل بعد تتويجه ببطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش نجم الأهلي ومنتخب مصر فليسقط مجلس الخطيب اللي محقق طفرة إنشائية أكتر من رائعة كلنا شايفينها بتحصل في كل مقرات النادي الأهلي خلال فترة رئاسة ركابتن محمود الخطيب شفنا الإنشاءات والملاعب والبوابات واللي أصبحت على طراز كبير جدا زي ما حضراتكم بتشوفوا دايما كمان شفنا مقر النادي الأهلي في مدينة نصر والمجهود الكبير اللي بيحصل على مستوى الملاعب شفنا الطفرة الكبيرة اللي موجودة الجراش كمان شفنا مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد اللي كل يوم بيشهد إنشاءات وملاعب جديدة كل ده لإراحة الأعضاء اللي هم دايما بيجدوا كل جديد من خلال نديهم النادي الأهلي فليسقط مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب اللي وعد بفرع التجمع أو بمقر التجمع الخامس ونفذ وعده وأصبح قريبا جدا جدا من اللي افتتاح خلال الفترة القادمة لاستقبال أعضاء النادي الأهلي في إنجاز غير مسبوك في الأندية المصرية فليسقط مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب اللي حقق أكبر ميزانية في تاريخ الأندية بقيمة 3 مليارات و87 مليون جنيه وفائد 149 مليون جنيه وتمنمية 53 ألف عشان تكون أكبر ميزانية في تاريخ النادي فليسقط مجلس محمود الخطيب اللي بيدخل في شراكة مع الشركات الوطنية للتنمية الرياضية وأيضا لاستطاع أن يعقد شراكة مع كبرى الشركات العالمية للرعاية للنادي الأهلي طبعا خلال عقود الرعاية الجديدة كلنا شفنا المؤتمرات الصحفية اللي احنا بنعملها وشفنا الصورة المشرفة اللي دايماً بيظهر بيها النادي الأهلي وشفنا قد إيه الشركات ديه إنها فخورة بهذا التعاون الكبير مع النادي الأهلي فليسقط مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب اللي بيحترم أعضاؤه وبيحترم جماهيره وبيحترم فرق الرياضية وعمر ما طلع أو عمرنا ما شفنا مسؤول في النادي الأهلي أهان شخص أو لاعب في منظومة النادي الأهلي عمرنا ما سمعنا كابتن محمود الخطيب ولا أي حد من أعضاء مجلس الإدارة بيعلي صوته على أي شخص ولا ظلم شخص ولا كل المنظومة تعمل في إطار التقدير والاحترام والشيء واحد فقط هو التزام الصمت وإن إحنا دايما نرد في الملعب الملعب النجيلة الخضرة والملعب اللي حضراتكوا شايفينه فليسقط مجلس محمود الخطيب باحترامه رموز القلعة الحمراء ودايما بيحاول أن يكرم هؤلاء الرموز والأساطير يسقط مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيكون حريص دائما أن قناة النادي الأهلي تمشي على سياسة محترمة بدون أي تجاوزات أو خروج على النص أو يكون الرد على الإساءة دائما يكون بالحسنة وليس بنفس الإسلوب المتبع ولي دايما بيؤكد أن قناة الأهلي بتتعامل من خلال مبادئ معروفة للجميع وتحافظ على الأسرة المصرية والمشاهد المصري وده من خلال مجلس إدارة محترم إنجازات الخطيب في النادي الأهلي في فترتين رئاسة تحتاج وقت كثير للكلام لكن أنا حاولت بس أستعرض مع حضراتكم بعض الإنجازات عشان نرد بيها على على كل ما يقال خلال الفترة السابقة وده مش عشان أنا كسبت الزمالك بالمناسبة أنا مش هتكلم عن مطش الزمالك أما بسوط وسعيد وفرحان إن أنا كسبت نادي الزمالك طبعا ولكن ده العادي ده العادي بالمناسبة لما تيجي تشوف الأرقام يبقى تعرف الكلام اللي أنا بقوله ده صح أنا ما بتريعش أنا ما بتريعش وما أقدرش أتريع على نادي جماهيلي كبير بحجم نادي الزمالك ولكن هذه هي الحقيقة أن العادي إننا نكسب النادي الزمالك آه مباراة صعبة ومباراة مهمة ودايما الكل بينتظر هذه المباراة ولكن بالفعل ما تعرض له مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب خلال الفترة السابقة حاجة صعبة جدا 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 كل اللي إحنا شفناه وكل اللي إحنا تعرضناه له خلال الفترة السابقة كانت حاجة صعبة جدا جدا ولكن الحمد لله والشكر لله رجع ولو جزء من الحق رجع ولو جزء بسيط من الحق لأن ربنا اسمه العدل ربنا عمره ما حيدي لحد بيوسيء للناس عالفاضي وعالمليان وبص العصفورة زي ما بيحصل كل مرة بص العصفورة فين ابعد أهم حاجة عن الحبايب لكن أهم حاجة بص العصفورة هذا هو الفارق الكبير جدا النادي الأهلي لما بيخطئ بيبقى عارف أنه هو أخطأ وبيقف وبيقف قدام جمهوره ولما كنت بكلم مع حضراتكم من خلال قناة النادي الأهلي هنا وقلوكوا أنه الحمد لله والشكر لله عندنا فريق محترم ينقص بعض النواقص بيتم تدعمها خلال هذه الفترة بتلت لاعبين حيكونوا لا مش تلاتة صفر تلت لاعبين تلت لاعبين حيكونوا موجودين اللي تم التعاقد معهم ولسه إن شاء الله خلال الأيام القادمة يتم الإعلان إذا حدث يعني خلال الفترة القادمة قبل نهاية شهر يناير هذا هو الفرق الكبير ما بين النادي الأهلي وما بين أي حد تاني عمرنا ما حنرد إساء بإساء وعمرنا ما حنتكلم بهذه الشكل ده فيما نظر النهاردة حصلت والله العظيم تلاتة في نص صعبت علي والله العظيم تلاتة في نص أيضاً رجل إداري ناجح بكل ما تشمله هذه الكلمة من معنى ترجمة نانسي قنقر